شهد وكل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عمر العامري بمدينة سيئون مراسيم استلام الإدارة العامة للمؤسسة المحلية للمياه الصرف الصحي لمعدات وآليات مقدمة منظمة يونيبس وثمن الأخ الوكيل للتدخلات النوعية التي تنفذها منظمة يونيبس في مجالات البنية التحتية ودعم المؤسسات الخدمية وفي سياق المتصل تفقد الأخ الوكيل العامري محطة المعالجة والضخب مدينة سيئون بالإضافة إلى تفقد سير العمل في مشروع الخط الرئيسي بمنطقة صليلة ومستوى الإنجاز فيها وحتى خلال زيارته الجهات المنفذة على سرعة إنجاز المشروع اشتركوا في القناة